حزاب المعارضة من جانبنا الاستعداد موجود الطرف الثاني هو حزب المؤتمر وحزب المؤتمر داخل التنسيقية ما زال التنسيق معه يطرح مشكلة فما أطراف عندها تحفظ وتريد أن تعمق الحوار قبل أن يقع توسيع هذه التنسيقية حوار ربما ثنائي مع المؤتمر أو حوار جماعي حتى تتضحف فما بعض الأطراف اللي عندها تحفظات ونحن نفهم هذه التحفظات شو كوني الأطراف مش الجمهوري؟ خليها في حقيقة مايه لأنه بالعودة إلى التاريخ نلقاولي التيار مش بعيد على المؤتمر نلقاولي تكتل حكمه مع المؤتمر نلقاوه شوي هكذا التحالف حركة الشعب والجمهور يعني خليني نقول لك أن الحوار هذية إن شاء الله يجي في وقته واتفقنا لأنه هي طرحت المسألة هذية واتفقنا أن نرجيها وإن شاء الله يمكن خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه سيطرح هذا الملف والموضوع ويتناول بكل جوانب الموضوعية والنظر والقرار اتفقنا على أن يكون هناك قرار جماعي لا يفرد في وحدة التنسيقية معناها جديد وأنه التنسيقية الوطنية هذه لن تقتصر في الأعمال المتاحة على التصدي لمشروع قانون المصالحة الوطنية ويقع تعدي إلى أولوية أخرى تفكير وبداية حديث أما ليس هناك قرار التحركات القادمة بعد مسيرة 12 سبتمبر واجتماع صفيقس وأيضا الندوة التي عملت في الأسبوع المنقذي في العاصمة فما تحركات في الأيام القادمة؟ فما تحركات احنا طلبنا من التنسيقية الجهوية نتمدنا بالتحركات الاحتمال الأكثر أن تكون هذين سيتقرر يوم الثلاثاء فما جهة نابل وباجا فما سيدي بوزيد هذه الجهات المرشحة نتعرف التحركات خلال الأيام القادمة هناك مطوية سيقع طبعة طبعة أولى حوالي 200 إلى 300 ألف مبين موقفنا ونطرح الأسألة لماذا نرفض قدر المصارحة ونفسرها بأمور تبسيطية للمواطن لماذا شي قوله مع القانون وما هو رد نحن عليه واتفقنا على أن ننوع من التظاهرات المتاعنا وإلا تكون هي التكرار إجلي مع الصفاق سنعودوه في كل ولاية هذا يقولنا ربما لابد أن نبتكر طرق أخرى فما النية تتجه إلى تظاهرات فنية وثقافية وتظاهرات فيها ابتكار أكثر يكون محورها محورها يكون رفض هذا القانون ولكنها تكون منفتحة على الإبداعات وعلى المجال الفني والثقافي نعم سعيسان الشابي كلمة الختام نحبها بمناسبة ذكرى 52 لعيدة الجلاء والله هي كلمة الختام أنا كنت انتظر فيها كنت انتظرنا في البداية لكن أنت أسابت في الحديث مع المؤرخ الأستاذ رياض المرابط في هذا الأمر هي ذكرى نعتزد بها ومن خلالها قدم لمسة وفاء إلى أرواح الشهداء اللي قدموا دمائهم غالية لأن مستقلال تونس كان منقوص كان المستعمر الفرنسي على أرض بن زرت موزين قوة كانت مختلة لكن الروح الوطنية العالية خلات أن نوات الحرس الوطني والجيش الوطني وشباب تونس يخوذ حرب كانت عبارة على محرقة قام بها المستعمر الفرنسي لكن دمائهم لم تذهب هباء من ثورة تحقق الجلاء العسكري على مدين بن زرت وبعدها تحقق الجلاء الزراعي بتأميم الأراضي الفلاحية واستقلالنا أصبح استقلال تام اليوم الذكرى هذية بخلاف أننا نترحم على أرواح الشهداء ونستذكرهم ونقول نتذكر المهمة اليوم هما قاموا بدورهم والمهمة اليوم علينا أحنا في أن نحصن هذا البناء ببناء مؤسسة دولة القانون والمواطنة والمساواة الدولة التي تعطي استقرار وتعطي حظ لأبنائها تحصن الاستقلال